ألم بكم من جديد تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من أزمة حادة في نقص المحروقات وخاصة البنزين وتظهر المقاطع الواردة من بعض المدن السورية خاصة اللذيقية وترطوس تظهر طوابير السيارات على محطات الوقود وتأتي أزمة المحروقات وسط أزمات أخرى يعيشها المواطن السوري أبرزها نقص الخبز وانقطاع الكهرباء المزيد في هذا التقرير 1500 ليرة سورية في السوق السوداء هو سعر اللتر الواحد من مادة البنزين في مناطق النظام وسط أزمة المحروقات التي تعيشها تلك المناطق حسب صحيفة الوطن الموالية محطات الوقود أصبحت تجمعا شعبيا واسعا ومحطة توقف لأصحاب السيارات لساعة انتوال تلك هي الصورة اليوم من المدن السورية التي يصرح النظام دائما بأنها تعيش أجواء هادئة بعد انتصاره على أعداء الإرهابيين مصادر محلية أكدت انتشار وظيفة جديدة بين المدنيين حيث يتم استئجار أشخاص من قبل سائقي الشاحنات والسيارات للوقوف في الطوابير على محطة الوقود نتيجة لطول ساعة الانتظار بينما تعمل الشرطة وقوى الأمن على تنظيم أرتال السيارات والبشر بعد الاستسلام للأمر الواقع دون مراعاة لقوانين التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا تبرز المقاطع الواردة من المدن السورية حجم الأزمة وتصعودها وتشير تقارير صحفية إلى أنها جاءت نتيجة نقص كمية النفط الإيراني التي كانت تصدر للنظام في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية أزمة تلو أخرى يرهق النظام بها السوريين ووعود تطلق من قبل حلفائه لا ينتج عنها سوى تفاقم وتعدد للمشكلات لتصبح الأزمات حالة عامة سوريا وستزيد مع قدوم فصل الشتاء وبروز الحاجة للمحروقات مصدر التدفئة في المنازل في ظل انقطاع الكهرباء ومصدر الطاقة الرئيس لقطاعات أخرى أهمها المخابز التي تضاف إلى أزماتها من دقيق وغيره منذ أسابيع للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب الصحفي ياسر هارون ومعنا عبر الأقمار الصناعية من الضوحة دكتور سمير سعيفان مدير مركز حرمون للدراسات أهلا بكم أبدأ معك ياسر هارون ما هي أبرز ملامح أزمة الوقود في حلب ومحيطها إذا امتلكت معلومات حولها لا أدري إن كنت تسمعني سيد ياسر يبدو سنحاول العودة من جديد للتواصل معك سيد ياسر دكتور سمير بماذا ترتبط أزمة الوقود الحاصلة الآن في مناطق النظام في هذا التوقيت بالذات يعني ليس هناك مستجدات مثلا على صعيد العقوبات أو غير ذلك يعني أولا الأزمة قديمة وأي شيء في سوريا لا يوجد فيه أزمة لا يوجد فيه نقص يعني نقص كهرباء نقص محروقات نقص بنزين نقص خبز حتى نقص أدوي والأزمة قديمة تشتد أو تخف قليلا تعود لأسباب أنه داعمي النظام إلى أي حد يقدمون له مساعدات لأي حد بوردوله بنزين لأي حد هو لا يستطيع الشراء إلا بكميات محدودة فلذلك يبدو الآن أن قدرة إيران أصبحت محدودة روسيا أحيانا تمده بين حين وآخر ببعض الوقود سواء كان نفط يمكن تكريره أو مشتقات جاهزة بنزين أو مزوط ولكن يبدو أن من الواضح أن التوريد قد تراجع يعني في الأيام الأخيرة البنزين انقطع تقريبا يعني حتى في المحطات الوقود يكاد ينفز طبعا بينما بالسوق الحرة يعني التهريب والفساد وبأسعار مضاعفة يزيد عن الألفين ليرا سورية صار للتر بالسوق السوداء وليست الحرة متوفر فهي أزمة مستمرة الآن تزداد الآن وتشتد بسبب نقص توريد داعمين نظام لتزويده حتى بالحد الأدنى من المشتقات النفطية طيب سأعود إليك دكتور سيد ياسر هارون لا أدري أن كنت تسمعوني الآن كنت أود أن تعطينا يعني مشاهداتك عن ملامح هذه الأزمة سواء في حلب أو ما تصل إليه وتسمع عنه وتعرفهم المعلومات عن مناطق أخرى المشكلة مستمرة مع ياسر هارون على ما يبدو دكتور سمير يعني انقطاع توريد الطاقة من إيران هل سيستمر وإلى متى لسيما بعد مشكلة ناقلة النفط أضريانة داريا والتي أخذت وقتا طويلا حتى استطاعت الوصول إلى سوريا والكثير من المشكلات أنا أعتقد نعم وللأسف سيعاني شعبنا بالأخير من نقص كبير وهذا مستمر طالما استمرت هذا النظام لأن هناك العقوبات ستبقى مفروضة على سوريا وستزداد قد يكون في الفترات القادمة لحظنا أن الأزمة ازدادت بعد فرط قانون قيصر وهناك عقوبات إضافية ولذلك متوقع أن هذه الأزمات ستستمر طالما استمر هذا النظام وبالتأكيد هذا بالنسبة للشعب السوري وخاصة موجودين في مناطق النظام الأزمة ستكون كبيرة حاليا يحاولون أن يستجروا بعض المشتقات النفطية بنوعية سيئة أو بعض النفط الخام من مناطق سيطرة بي واي دي بي كي كي تركي في فرق سوريا لأنه ينتج تقريبا 70 إلى 80 ألف برميل يوميا يسوق شيء في الداخل ويهرب جزء آخر إلى الخارج ويسعى لأن يسوق بشكل نظامي هذا يسد جزء من الاحتياج ولكنه لا يكفي لذلك التوقع هو أن نعم ستستمر الأزمة خانقة قد تصعد قليلا وقد تتراجع قليلا ولكنها ستستمر خانقة هل سيستمر النفط بالتدفق من الشرق حتى ولو كان بكميات قليلة لسيما بعد الاتفاق الذي وقع بين الإدارة الذاتية والشركة الأمريكية هو يتدفق يتدفق أحيانا بشكل غير معلن بصهاريج الأخوين قاطرجي هناك عشرات الصهاريج التي تسير يوميا وهناك حتى أنابيب تمر عبر نهر الفرات إلى مناطق سيطرة النظام هذا سيستمر العقوبات الأمريكية أحيانا تضغط بكي يوقف هذا لأنه يتعارض مع العقوبات التي فرضها الأمريكيون ولكن بالتنفيذ الواقعي لا يتم التقيد تماما وهناك غد طرف أحيانا من الأمريكان أنفسهم أنا أعتقد أنه سيستمر بالتدفق ولكنه لن يكون كافيا وستستمر الأزمة خانقة إلى أجل غير محدد وإيران دكتور هل هي قادرة على استمرار نقل الطاقة إلى النظام لا أعتقد إيران حاليا طالما استمرت العقوبات عليها إذا تم رفع العقوبات سترتفع قدرة إيران ولكن في الأفق لا يبدو أن العقوبات سترتفع عن إيران وبالتالي لن تكون إيران قادرة على تزويد النظام بأي كميات أو بكميات تذكر ممكن أن تسعى بين حين وآخر لأنه بالنسبة لها مسألة أساسية أن تبقى يدها في سوريا وسيطرتها مستمرة على النظام ولكن قدرتها محدودة يعني الرغبة موجودة ولكن القدرة محدودة ما مدى اعتماد النظام على مصادر الطاقة الإيرانية خلال الفترة الماضية يعني لسيما مع توقف معظم حقول النفط السورية بعد توقف حقول النفط كان الاعتماد بشكل رئيسي على إيران بالدرجة الرئيسية أحيانا روسيا بعتت عدة شحنات أحيانا إذا توفرت أموال لدى النظام كان يستورد يعني بعض الشحنات من الجزائر مثلا بنزين إجا فترة ولكن كانت إيران هي المصدر الرئيسي لذلك مع قدرة إيران تراجع قدرة إيران على توريد مشتقات نفطية للنظام أو نفط خام فازدادت الأزمة وبالتالي لأن حاجة سوريا ليست بطعة آلاف يعني حاجة سوريا حاليا بمناطق النظام كي يكفي ما يحتاجه النظام عمليا يزيد عن 150 ألف برميل يوميا هو لا يحصل ربع هذه الكمية ولذلك الفرق ما زال كبير جدا طبعا سوريا كانت تستهلك بحدود 340-350 ألف في 2010 ولكن في مناطق واسعة حاليا أكثر من نصف سوريا خارج سيطرت إضافة إلى أن جزء كبير من الاقتصاد لا يعمل ويتم تزويد المؤسسات بجزء بسيط تقنين كبير لذلك يحتاج لأكثر 150 كي تسير الحياة بشكل بحدها الأدنى وهو ليس لديه حتى ربع هذه الكمية لذلك الأزمة المستمرة الإجراءات التي يتخذها النظام مثل تقليل عدد اللترات المسموح بتعبئتها في المرة الواحدة للفرد هل يمكن أن تفيد شيئا أو على الأقل تخفف الأزمة إلى أن يستطيع النظام توفير المزيد من الوقود التقنين هو بحد ذاته أزمي عندما يعطوا للميكروباس حتى يشتغل نقل عام ما يكفيه لمدة أسبوع وهو سيعمل الشهر بشكل كامل سيضطر لأن يرفع الأسعار دبل حتى يعوض سعر السوق السوداء الذي يشتري منه وبالتالي سيرفع الأجور على الركاب بنفس الوقت الناس العاديين الذين يستخدمون السياراتهم لا يستطيعوا الاستغناء عنها يعني هو يحتاج كل بضعة أيام لأن ينتظر ساعات وساعات التقنين بحد ذاته أزمي وزيادة التقنين زيادة أكبر يمكن أن يكون مفيد إذا كان ترشيد بالحدود المعقولة ولكن الآن أصبح التقنين خانق وبالتالي ليس حلا إنما الأزمة ستستمر ما القطاعات التي يمكن أن تتأثر بهذه الأزمة غير قطاع النقل كما تفضلت أول شيء يعني عندك قطاع النقل بشكل عام إذا تأثر قطاع النقل تتأثر القطاعات المختلفة التي تحتاج لليد العامل التي تتوفر أو الموظفين إلى آخره الصناعة التي تحتاج للهرباء أو تحتاج للفيول كي تعمل أو تحتاج للمزوض بحسب استخدام مصدر الطاقة عدم توفر يعني عدم توفر يوقف الحياة يؤثر على الزراعة بشكل رئيسي يؤثر على إنتاج الغذاء الطاقة أساس كل شيء يعني خاصة مع تحول حتى منازل السوريين بشكل عام لاستعمال الطاقة في الطبخ وفي الإنارة وفي التدفئة وفي كل شيء صار الاعتماد بشكل واسع لذلك نقص الطاقة يوقف الحياة يجمد الحياة اليوم الطاقة هي أساس كل شيء في حياتنا اليوم ونقصها ينعكس على كل القطاعات على الصناعة على الإنتاج على النقل على مستوى الحياة العامة على تدفئة المشافي على تدفئة المصانع على تدفئة البيوت وبكرة نحن جايين على شتاء سيكون الوضع أصعب أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير سعيفان مدير مركز حرامون للدراسات كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة مشاهدين أشكر موصول لكم على طيب المتابعة مزيد من المعلومات والأخبار على موقعنا سيريا دوت تي في إلى اللقاء موسيقى